يعني من ثلاث يام كده قريت جملة لطيفة جدا لقيت ايه اوسكار دولارينتا واحد من المصمم الازياء العالميين القدام قال ايه قال ان الموضة انك تلبس الحاجة الراجة الحاجة اللي ماشية في السوق انما الحقيقة هو انك تلبس اللي يليق عليك واللي ينسبك عجبتني قوي قلت انه هعمل حلقة واسميها ايه ما هي برضو الحلقات بتبقى زي الاطفال نسميها عبيد الموضة ما تقلقوش مش انتم ولا انا خالص عبيد الموضة دول اللي بيمشوا ورا الموضة مغمين عينيهم ومغمين شخصيتهم لان الموضة ابتدينا نحس ان هي بتمحي الهوية بتطمس الشخصية ايه مش عارف ايه في الملوخية مو ممكن يعني زي ما انتم عاوزين اقولوا الهوية المصرية عند الشباب وعند الستات والبنات وكمان بقى عند الاطفال بقى هم يعيني مسحوبين ورا الموضة تبص تلاقي ايه الستات تلبس محزق يعيني يعيني اوكي بس عشان تلبسي محزق يا حبيبتي تبقي كده هو كده هو مفيش كيلو طالع ولا كيلو خارج من اي حتة هي عصايا ولبسة اللي هي ماشية بيا لدرجة انه في واحد تاني رد عليه اللي هو كارل لاجرفيلد قالك انا بالنسبة لي الست او الرجل عبارة عن شماعة تردى برضو كده حد يقول عليك كده شماعة خمسين كيلو اربعين كيلو احط عليها اللي انا اخترعته شماعة تسوق تعمله تسويق للي هو عمله انجازه اي جنونة بقى بص لقي فيه حاجات مجنونة جدا هو احنا ليه دلوقتي الستات لما تروح مناسبات او حتى افراح المناسبات عموما بلاشني مش هتكلم على التكريمات والمهرجانات ايه الفتحة الفضيعة اللي بالعرض وايه الفتحة الفضيعة اللي بالطول فكري كده حيبتي وشوفي يعني ايه فتحة بالعرض عند السدر وفتحة بالطول عند الرجل تير دي برضو كده او برضو دول الناس اللي هما ياه والفستان بمئة الف جنيه طبعا فيه ناس دلوقتي يقول لي ايه ايه الفقر ده مئة الف جنيه ايه ده هو دوبك ده مش قل من مليون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر